موسيقى السلام عليكم تخضع سوريا لهندسة ديمغرافية كبيرة وبطيئة بدأت القصة مع سيطرة الرئيس الراحل حافظ الأسد في سبعينيات القرن الماضي على السلطة في سوريا عبر انقلاب عسكري حينما جذب عشرات الآلاف من أبناء الطائفة العلوية للاستيطان في مرتفعات محيطة بالعاصمة ديمشق وكذلك في مدينتي حمصة واللاذقية تم ذلك عبر تخصيص وظائف في الجهازين الأمني والعسكري للشباب العلوي ومنحهم امتيازات وتسهيلات كبيرة في أجهزة الدولة وريث هذه السياسة ومنصب الرئاسة ابنه بشار الأسد الذي سرع إجراءات التغيير الديمغرافي في سوريا بعد اندلاع الثورة في البلاد إذ انتهج الأسد الابن سياسة حرق المدن وتهجير أهلها وإحلال عائلات علوية وشيعية مكانها وزاد الطينابلة توطين الآلاف من مقاتلي الميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران وهم مقاتلون ينتمي كثير منهم إلى جنسيات آسيوية من باكستان وأفغانستان هذه السياسة تقود إلى السؤال عن حدود هذا المشروع وعن أهدافه الاستراتيجية وآثره على هوية سوريا ومستقبلها وهل هذه السياسة الهندسة السكانية مقتصرة على سوريا أم أنها حلقة في سلسلة تحيط بالمنطقة مشاهدين الكرام هذه نخبة من أسئلة هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث العرب أهلا بكم سياسات التهجير والتضييق والقصف والقتل أساليب اتبعها نظام الأسد لأهداف وغاية لعل أهمها تفريغ بعض المناطق من سكانها الأصلين لإحداث تغيير ديمغرافي على أساس الهوية المذهبية أو العرقية ليضع أهل تلك المدن بين خيارين أحلاهما مر إما التخلي عن الأرض وإما الإبادة ليتسنى له رسم خريطة جديدة لسوريا في ظل الأحداث والمتغيرات في المنطقة تصعيد الخطير لظاهرة إفراغ المدن من ساكنيها والمناطق في سوريا يأتي بأشكال مختلفة وفق إطار تنفيذ نهج يقوم على هندسة اجتماعية غايتها تغيير التركيب الاجتماعي السوريا واستخدام سياسات مثل الحصار كنوع من العقاب الجماعي والاعتقال والإخفاء القسري أو التشريعات القانونية التي أصدرها النظام لتثبيت وقاعد تغيير ديمغرافي مثل اعتماد النسخ الرقمية للسجلات العقارية بديلا عن تلك التي فقدت بسبب الحرائق المتعمدة وهما سيفتح بابا كبيرا أمام تزوير السجلات العقارية لتحقيق بنية جغرافية جديدة تشكل أمانا ديمغرافيا لأي مشروع تقسيم أو رسم لمناطق نفوذ مستقبلية في سوريا الأمم المتحدة أكرت أن عدد النازحين بلغ أكثر من ثمانمائة وثلاثين ألف شخص منذ بداية الشهر كانون أول ماضي وأن عمليات النظام السوري العسكرية العدائية مستمرة على معظم أرجاء مدينتي إذلب وحلب ووصفت الضربات المتعمدة ضد المدنيين بالأعمال الشنيعة التي تشكل انتهاكا واضحا وصارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني أما صحيفة الاندبندت البريطانية فقد أشارت إلى أن ما يزيد عن ثمانين ألف نازح سوري يعيشون في العراء ويواجهون ظروفا سيئة للغاية بسبب التقسي الشديد البرودة بعد فرارهم من هجمات قوات النظام والطيران الروسي بل إن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قال إن حدة القصف والمعارك في شمالي غرب سوريا بلغت مستوى وصفه بالمرعب إذ شرد نحو تسعمائة ألف مدني أغلبيتهم من النساء والأطفال منذ بدء هجوم النظام السوري في شهر كانون أول الماضي وعلى الرغم من الأعداد الهائلة التي نزحت من محافظتي إدلب وحلب إلا أنهم ما زال ملايين المدنيين يواجهون ظروف الشتاء القاسية بحسب استيفان دوجرياك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ويؤكد مراقبون السياسيون أن عمليات التغيير الديمغرافي الجارية في سوريا ترتبط بجهات تمتلك حضورا سياسيا وأدوات عسكرية في الصراع الدائر في هذا البلد وتسير وفق خطط مبيتة لتبديل التركيب السكانية في بعض المناطق والمدن مستخدمة أساليب الترغيب والترهيب إذ يشكل نظام الأسد وإيران وميليشياتهما الدور الأبرز في عمليات التغيير الديمغرافي الممنهج في سوريا ينضم إلينا هنا في الستوديو الأستاذ أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية وعبر سكايب من إسطنبول الأستاذ نور محمد أمراء الخبير بالشأن الإيراني أهلا بكم ضيفية الكريمين معك أبدأ أستاذ أسامة تحديدا في مرحلة اندلاع الثورة السورية حدث نوع من ما سمي بالتغيير الديمغرافي نقل سكان الزبداني ومضايا وبعض مناطق حمص هل هذا شيء فعله نظام لكي يؤمن نفسه وهذا قد يحصل في عدد من الدول أم أنها سياسة ممنهجة ومعتمدة من قبل رأس النظام بسم الله الرحمن الرحيم يعني هي فعلا سياسة ممنهجة ليحافظ على وجوده في الحكم ووجود هذه السلالة لأنه وريث لا ننسى أنه وريث الحكم وحوله من جمهورية إلى ملكية بعد وفاة حافظ أسد حافظ أسد بذر هذه البذور وفي عهد بشار الأسد كان أمر ممنهج في الإعلام تسلل ثقافي وإعلامي كان هناك عبد الحميد المهاجر له برنامج أسبوعي أو أكثر من أسبوعي كان هناك حملة حتى لتشيع العلويين وهذا أمر فتح الحسينيات في القرى العلوية أمور كثيرة جدا إذن ترتبط بكل الأمرين أنه هو ليثبت نفسه في الحكم وليثبت سلالته في الحكم وجد بعد استلام الحكم واعتراض ما سمون أنفسهم ربيع دمشق ولهم التحية طبعا لأنهم كانوا سباقين في وقتها برفض التوريث يعني ما سميت بتحرك ربيع دمشق وجد أن الأمر حتى اليسارين بين حسين من السنة لن يقبلوا بوجوده لن يقبلوا بالتوريث لن يقبلوا باستمرار هذه السلالة الأسدية إلى ما لا نهاية فلجأ ربما بقرار من عنده والأكثر يعني ترجيحا عندي أنه من قرار ملي من الملة يعني هنا أمر طائفي يفرد نفسه بمصطلحاته لأنهم طائفيون بامتياز وحاقدون ربما هناك ما سمي وأنت تعلم بمجلس الملة النصيرية أوحى له وشجعه على أن يدخل إيران من كل باب باب اقتصادي ثقافي في كل اتجاه ويستثمر الشعارات شعارات المقاومة والممانعة وهذا ما فعل إذن البذور كانت من أيام حافظ ولكن بشار سرع وفعل العملية بشكل ممنهج لا شك للأبقاء على حكمه وحكم من بعده من سلالته لكن سؤالكم المطروح علي في الحلقة أنه يعني من المستفيد من يريد هذا الأمر هذا الذي كنت أريد أن أسألك أنت أشرت إلى إيران لكن أنا لدينا بيانات حديث وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف قال إن روسيا لن تسمح بحكم بما معناه لن تسمح بحكم السنة لسوريا وقد لقي استهجانا من الأوساط العربية ودولية كان غريبا هذا التصريح بالتالي من الذي يقف وراء هذا التغيير الديمغرافي وهل هناك علاقة بين ما قاله سيرجي لافروف عن عدم رضا روسيا عن حكم السنة لسوريا وبين هذا التغيير الديمغرافي أولا إيران هي المستفيدة ولكن هو مشروعها أصلا مشروعها حتى إيران عندما بذرت بذور التشيع الصفوي من أيام عباس الصفوي وكان هناك النشر للمذهب الصفوي لا نقول الشيعي المذهب الصفوي الشيعي كان أيضا من بؤرة وانتشرت بكل الأساليب التي نرى الترهيب والترهيب إلى ما هناك روسيا كما تفضلت إذن تصرح علنا أنها تريد هذا الأمر بعد دراسات طبعا استخبارية دلت على أن العدو لهؤلاء طبعا وهي عصابة أنت تعلم أن عصابة الكريملين عصابة ليست قيادة حقيقية للشعب الروسي على كله وجدوا أن السنة العرب هم عدو قبلهم يا سيدي قبلهم 2014 أوباما له تصريح واضح وعلني لكن أيضا الإعلام لم يسلط الضوء بشكل كافي على هذا التصريح الذي قال فيه أوباما يجب علينا التعاون مع إيران لأن حربنا ضد التطرف هي حرب لها جهة لها وجهة دينية فعلينا أن نتعاون مع إيران هكذا والرسائل ما بين أوباما وخامنئي وليس رئيس جمهورية إيران وإنما المرجع الشيعي بين القوسين الأعلى لديهم تمت هذه الرسائل ما بين أوباما وما بين المرجعية العليا الشيعية بعدة رسائل متبادلة بينهما وهذا معلن وقال يجب أن نتعاون إذن الكلام واضح أنه علينا أن نتعاون ضد السنة ليس ضد داعش داعش عدوة حتى لكل السنة لكل السنة عدوة لكن هذا الغطاء كان من أجل كسر شوكة السنة لعشرات بالمئات السنين القادمة إذن أمريكا كما الآن نذكر ولافروف كما ذكرت أنت وهو بصريح العبارة يتحدثون لا يتحدثون حتى بطريقة يعني مخبأة أو مبطنة ولدينا إيران أصلا هو مشروعها مستفادة طبعا والأمر إذا المشاهد الكريم يريد أن يعرف كيان إسرائيل كيان قومي معادي لما حوله من كيان عربي قوم وكيان إيران اليوم هو بديل لأن يكون كيان ديني معادي لما حوله إذن كيان طائفي معادي لكل أهل السنة والجماعة الذين هم الأمة نكرر رئيسه بطائفة هم الأمة هذا الكيان يستنزف كل العالم الإسلامي كان وما زال منذ عشرات السنين وهو الأخطر طيب طيب لو حصرنا الحديث في بعده السياسي الآن المجتمع الدولي هو يراقب علما أن القوانين الدولية تحديدا اتفاقي جنيف الرابعة في عام 1949 في المادة 1949 تحديدا تجرم التهجير القصري النقل القصري لطائفتين ذات لقوم يعني ذوي بعد طائفي أو عرقي طيب لماذا يسكت المجتمع الدولي برأيك على هذا هو الذي يتعارض مع القوانين الدولية هل عجز بسبب مصالح الدول المتناقضة أم هو قبول أم ماذا؟ هو سكوت مريع تساهم في روسيا التي هي تريد ذلك تساهم في الجانب الغربي حتى أوروبا بنفاقها متورطة لأنه من لفت الانتباه مرارا عدة صحف فرنسية لفتت الانتباه لتغيير الديمغرافي والعقاري وشراء إيران لعقارات في دمسق إلى ما هناك الأوروبيون بصحفهم يتابعون إذن هم شركاء بالتفرج طبعا المواطن الأوروبي لا يهتم بمثل هذه الأمور بلا شك إذن لدينا الجانب الغربي أمريكا ومن معها من الدول الأوروبية وبالشكل عام وروسيا أيضا ولدينا في المنطقة ولدينا الحكام العرب يا سيدي لدينا هم صامتون ويتحدثون عن مواجهة أطماع إيران ولا يعلمون أن مواجهة إيران تكون من خلال إحباط مشروع التوسعي والتغيير الديمغرافي الذي لا تطمح له وإنما تنفذه فعلا تنفذه في كل يوم والله الألم شديد عندما سنتحدث الآن بعد قليل عن المناطق الشرقية في سوريا وماذا يجري فيها بدون تسليط إعلامي لا يوجد تسليط إعلامي على الإطلاق على ما يجري في شرق سوريا خاصة وإنما في كل سوريا وفي شرقها الخاصة الآن انضم إلينا الأستاذ من إسطنبول نور محمد أمراء أستاذ مرحبا بك أستاذ نور السؤال هو إيران تبدو في الواجهة أنها تمول وتقود عمليات تغيير التركيبة السكانية في سوريا كيف تفعل ذلك وأنت من المتضلعين في الملف الإيراني في المنطقة كيف تفعل ذلك سلاما وتحية لكم ولساعدة الضيوف وللمشاهدين ما يجري في سوريا من تغيير الديمغرافية سوريا والعراق كذلك هذا أمر مبطن وتبعا كما أشار ضيفكم أنه فيه نظام أسد له دور في تغيير الديمغرافي لكن الأمر أكبر من نظام أسد وفوقه نظام أسد نظام وظيفي كما أن إيران نظام وظيفي فما يجري في سوريا تحالف غربي شرقي في تغيير ديمغرافية المنطقة والغضية ليست قضية سوريا إنما قضية إسرائيل ما يجري في المنطقة من الثورات العربية كفيلة بأن تغير نمط الحكومات والمنطقة كلها لصالح الشعوب وهذا بتعبير آخر هذه بمعنى نهاية إسرائيل نظام أسد نظام لابد من تركيزه لأنه كان يؤدي دور حماية الحدود الإسرائيلية الأسد في سوريا وحزب الله في لبنان الآن سقوط نظام أسد بمعنى خطر الذي يواجه إسرائيل وهذه المرحلة تقتضي تضخيم جغرافية إسرائيل كذلك فالمرحلة بحاجة إلى من يدافع عن الحدود الإسرائيلية أستاذ دور أستأذنك في أن تبين لنا الآليات والوسائل التي تتبعها طهران في تغيير التركيب السكانية داخل سوريا ماذا تفعل؟ كيف يتم هذا الأمر؟ في داخل سوريا الذي سيقوم بهراسة الحدود الإسرائيلية الدروز والعلاويين فعددهم قليل فلابد من دعمهم بميليشيات وبشيعة ويتم التركيز في سوريا لنقل شيعة العراق لوجه التحديد إلى سوريا أكثر شيء ونفس الشيء في العراق تغيير ديمغرافية الكربلة والنجف لوجه التحديد من قبلها سناتي أستاذ نور ربما بعد الفاصل نتحدث عن هذا المحور إذا ما كان هذه السياسة تطول المنطقة كلها من عدمها لو بقينا الآن في سوريا لماذا تقوم إيران بهذا المشروع؟ وما مدى قبول المجتمع الدولي لهذه السياسة برأيك؟ أما يجري في سوريا هذا أصلا بإشارة خضراء بضوء أخضر من النظام الدولي إيران لم تكن لإيران أي سطوة ولا أي وجود في الأراضي السورية كما أن النظام الدولي قدم العراق على طبق من ذهب لإيران قدمت السورية كذلك ما تقوم به إيران في سوريا ليس جزءا من السياسات الإيرانية إنما تنفيذ لأوامر خارجية كما أن الدول العربية تعيش نوع من المستعمرات في الواقع كذلك إيران تضخيم إيران بأن إيران تبرمج إيران تخطط هذا التضخيم في غير محلة إيران مجرد أداة لتنفيذ خطط وسياسات تملى عليها وليس أمام النظام طيب أستاذ نور معذرة أليس في هذا الكلام الذي تتفضل به يعني فيه شيء من رائحة الشعور بالمؤامرة أليس فيه نوع من النظرية المؤامرة المبالغ فيها يعني هناك مثلا في شمال شرق سوريا جرى تغيير ديمغرافي في السابق يعني نقل الأكراد من مكان إلى آخر ووضع مكانهم عرب الآن عادت القصة وتوسع الأكراد في التغيير الديمغرافي أتوا بأكراد مكان عرب بشكل مبالغ فيه إلى مناطق عربية قديمة وضعوا أكراد فيها يعني الأمر ليس مرتبطا بإيران وحماية إسرائيل بقدر ما هو مرتبط ربما بإعادة رسم خريطة سوريا مثلا إعادة رسم خريطة المنطقة كلها وكما تفضلت هي معامرة بالفعل ومعامرة بامتياز لكن نحن أن يضحك علينا بأن هناك نظرية معامرة ويتخطو وجودنا في الصاحة لتنفيذ مقططات هي واقع أمر سواء شيئنا أم بينها إيران جزء من آلية التنفيذ كما أن نظام الأسد جزء من آلية التنفيذ يدعمهم النظام الدولي ويدعمهم في سوريا روسيا وفي العراق الناتو وأمريكا فهي مؤامرة في المنطقة ومؤامرة تقتضي كل هذه المجريات التي تحدث هنا لتغيير ديمغرافية المنطقة وتغيير خريطة المنطقة وانطلاقا من العراق حيث كان كل ما جرت في العراق كان في الواقع توفير الحدود البرية لإيران لتخوض المعارك في المنطقة العربية في الأراضي السعودية والكويت تغيير المنطقة هذه كلها تجري لسياسات أكبر من الدولات التي نحن نشهدها هي قضية صراء الصيني الأمريكي في المنطقة طيب سنبحث هذا المسألة وموضوع المنطقة وأحداث إدلب والهجمة على إدلب الآن لكن بعد الفاصل نتوقف مع فاصل قصير قبل العودة لمتابعة الحديث موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن سياسة التغيير الديمغرافي الذي تشهده سوريا أستاذ أسامة يعني الآن إدلب فيها أربعة ملايين بين السكان أصليين وبين النازحين من أنحاء سوريا المختلفة والهجمة كبيرة على إدلب وهناك يعني تهجير تحت القصف هل يمكن أن يتحقق نفس السياسة في إدلب برأيك في ظل وجود هذا القدر الكبير من الملايين من السوريين؟ طبعا إدلب له خصوصية في قضية يعني عندما نتكلم عن التهجير نضيف في إدلب الاستئصال أنه تم تهجير كل المناطق الثائرة كل المقاتلين كل حتى الحاضنة الثورية هجرت إلى إدلب فاكتبت إدلب الملايين من الثوريين ومن المقاتلين وعائلاتهم لذلك المطلوب أعتقد في إدلب كما نرى الاستئصال ليس فقط تهجير ليس فقط سحق ليس فقط تدمير المدن والقرى وإنما الاستئصال الاستئصال هذه الكتلة أنا أعتقد أنها الكتلة الصلبة كتلة صلبة وما زالت صلبة نعم تقدم النظام والأهالي تركت إلى واكتظت في أماكن أخرى اكتظت ثم اكتظت ولكن سيفاجأ النظام وسيفاجأ الروس أيضا بمستوى بطولي غير مسبوك رغم أن البطولات في سوريا لا تتوقف على كل الأحوال مطلوب استئصال هذه الكتلة البشرية التي تجمعت في إدلب ومعظمها صلبة جدا للغاية لا نقول أنهم من أهل السنة ولا نقول أنهم من المسلمين العرب الأصلاء مطلوب رؤوسهم أن تقطع هكذا لذلك الاستئصال يضاف إلى قضية التهجير وإدلب حتى في الكلام العاطفي نقول أن لديهم ثارات اليوم مع إدلب الذي حارب في الغوطة ولم يحقق أي نصر من هؤلاء المجرمين وعندما رحل المقاتلون إلى المناطق الشمالية وكذلك في حمص وفي ريفها وكذلك في ريف دمشق الغربي إلى ما هنالك من كل المناطق هؤلاء تجمعوا هنا ورأيت كيف نبشوا المقابر ليثأروا لأن كل الأبطال الذين لقنوا هؤلاء المجرمين الدروس تلو الدروس ولم يستطيعوا فيه شيء إلا بوجود قوة عظمى مجرمة مثل روسيا على كل الأحوال فهنا أمام إدلب طبعا هو عمل وحشي عسكري أما قضية الابتلاع الديمغرافي والتغيير الديمغرافي سيأخذ الوقت كما يحصل في باقي المناطق لأنه يحتاج إلى شهور وسنين لكي يستخدموا الترغيب والترهيب ويستخدموا كل وسائلهم المعروفة أيضا من قضية التجنيس والتلاعب العقاري إلى ما هنالك إلى الحصول الهيمنة في النهاية أنت كما ذكرت أن إدلب لها خصوصية سأبحث معك هذه الخصوصية لكن ليس قبل أن أسأل أستاذ نور أستاذ نور أنت تحدثت عن بعد إقليمي لهذه السياسة هل يمكن أن توضح لنا كيف تسعى إيران ومن ورائها النظام الدولي كما ذكرت لتغيير الديمغرافي في المنطقة ما ملاح هذا التغيير ما هي بؤره الجغرافية هل النظام الدولي في المنطقة تستفيد من إيران كأدات فقط وإيران ليست لها أي دور في وضع السياسات في هذه المنطقة وإيران ضحية مثل ضحايا سائد الدول لكنها مجرمة لأنها ارتضت أن تكون هي الأدات التدميري في هذه المنطقة ففتحت أمام إيران كل الجبهات التي كانت بإمكانها تأهيل مليشيات فكانت جبهات باكستان والهند هذه أكبر الجبهات أمام إيران لأن تتشكل هناك أكبر كتلة شيعية في العالم تجتمع في مكان واحد هي الكتلة الشيعية الموجودة في باكستان والهند وإيران حسب تصاريح لإيرانيين أنفسهم لها أكثر من 120 ألف مقاتل فقط في هذه المنطقة مدربة والآن حاليا في الأراضي السورية لواء الزينبيون والمقاتلين الهند والباكستانيون يشكلون 30 ألف مقاتل بناء على تصريحات الإيرانيين أنفسهم كما أن البؤرة الثانية هي أفغانستان أفغانستان اللواء الفاطميين الأفغان يشكلون 20 ألف مقاتل متواجدين على الأراضي السورية في نفس الوقت يتم تحجير ععدات كبيرة نقل ععدات كبيرة من العوائل الأفغانية والباكستانية والهنود إلى العراق وإلى سوريا وفي سوريا أنت تراهم متركزين أكثر شيء في المناطق في دماشق وفي الجامع الأموي وبمرقض الست رقية وبريف دماشق وفي المناطق الست سكينة ومنطقة سيد زينة ععدات هائلة لهدف تغيير ديمغرافية المنطقة منطقة في سوريا يركزون على أن تكون هناك السنة من الأكثرية ينتقل إلى الأقلية كنت تتحدث عن 16 مليون سني على الأراضي السورية مقابل مثلا 9 أو 8 ملايين من العلويين والمسيحين والأكراد والدروس وغيرهم الآن أنت تتحدث عن 11 مليون نازح سني تتحدث عن قرابة مليون قتيل فتلقائيا المناطق سوريا تسبح يعني أنت تتحدث عن أن هناك تغيير ديمغرافي للسنة وللعرب في المنطقة لكن هناك تقارير تتحدث عن أن إيران تستخدم شيعة من أفغانستان ومن باكستان ومن الهند للاستيطان في العراق في النجف وكربلاء وهتان منطقتان أو مدينتان شيعيتان بامتياز فكيف يمكن فهم هذه نظرية التغيير السني هناك شيعة وتستبدلهم بشيعة غير عرب نعم التغيير السني في الأراضي السورية أما في العراق فتغيير الديمغرافية العربي إلى تمكين العجم بدل العرب خاصة في الكربلة ونجف وذلك لأن إيران تخاف من مستقبل العراق أي استقرار لشيعة العراق حتى في العراق هذا سيدر لصالح إيران شيعة إيران نكلوا من إيران بشكل وحشي القيادة والزعامة الشيعية العالمية كانت بيد العراقيين صحبية المرجعية من تحت أقدام نجف إلى قوم فشيعة الإيران لهم ثأر على شيعة إيران فلا بد من تمكين شيعة عجم من الأفغان والباكستانيين والهنود في المراكز المرجعية في العراق يعني في الكربلة والنجاح فالتغيير الديمغرافي في العراق ألا لون غير ما يجري في سوريا في سوريا تمكين الشيعة وجعل السنة في أقلية وخاصة في مراكز القوة وخاصة ما يقترب إلى الحدود الإسرائيلية واللبنانية في حين وفي الشمال السوري أو في مناطق حلب وإدلب وغيرها هناك سياسات أخرى هي مواجهة التركي فالملحمة القادمة التي هم يخططون لها هي ليست في هذه المنطقة هي ملحمة التي هي على الأراضي السعودية والخليج وغيرها فتمهيدا لتلك الملحمة الكبرى لا بد من هذه التمهيدات يعني لا بد من التغيير ديمغرافي في سوريا بالأخص لأن لا ينقلب سوريا إلى أفغانستان آخر على حدود إسرائيل وكذلك الإراق لتكون إراق أرضية ممهدة للإيرانيين لخوض المناطق الخليج طيب أستاذ أسامة تحدثت عن خصوصية إدلب لكن في هذه الخصوصية تركية تركية تعتبر موضوع إدلب مسألة أمن قومية وبالتالي هي لا ترضى بالتغيير إلى أي مدى يمكن أن تشكل إدلب كسرا لهذا المشروع الذي يريد أن يغير سوريا ديمغرافيا والله هي أمنية لدينا طبعا منذ سنوات أن يكون لتركيا دور لا نقول في حماية أهل السنة وحماية المسلمين نتكلم عن المسلمين العرب وحتى التركمان في هذه المناطق لأنهم إذا انكسرت شوكتهم لا أعتقد أن الحكم في تركيا المحسوب على الإسلاميين أصلا أنه سيكون في استقرار فإذا الموضوع أمن قومي تركيا بلا شك خاصة مع وجود هذه الحكومة حكومة يعني العدالة والتنمية لكن أنا أقول لك بصراحة وبضوح شديد جدا تركيا حاولت عن طريق التنسيق مع إيران ومع روسيا ولكن دائما كانت ثلث غير معطل للتآمر الروسي الإيراني طبعا بوجود بشار الأسد خلفهم يعني خلف الكواليس لأنه لا يسمح له كقزم أن يجلس بينه لكن تركيا لم تستطع وهذا فعل ناضي يعني لم تستطع أبدا أن تفعل شيء تجاه هذين الذئبين الروسي والإيراني يعني قدموا الأرض انسحب المقاتلون ومن معهم من حاضنة من كل المناطق نتكلم من أيام حلب وما بعد حلب كمدينة إلى الغوطة الشرقية والغربية إلى كل المناطق لكن تركيا الآن أتت بـ 12 ألف مقاتل جندي وقوات كوماندوز إلى داخل الأراضي السورية وحصوصا في إدلب وأنشأت نقاط مراقبة جديدة وأتت بأجهزة تشويش على الحدود ونشرت بطاريات صواريخ منصات لإطلاق صواريخ مضادة للطيران ألا يدل على هذا على أنه ممكن أن تلعب تركيا دورا ما في حالة الموقف في سوريا نحن نتمنى ذلك لأنه براتلي الفصائل السورية المجاهدة بإسناد تركي إلى مدينة النيرب إلى بلدة النيرب وهناك مواقع وصور أنه كيف هزم المجرمون هناك في هذه المرضى يعني نتمنى أن يكون لتركيا موقف تجاه هذين الذئبين وأن تترى اليوم الخلافة الروسية التركية أصبح واضحا أنا أقول كشف تركيا لروسيا أصبح يعني كشفا كاملا وخداع تركيا خداع روسيا لتركيا من خلال اتفاقيات الأستانا وسوتي أصبح مفضوحا وواضحا كل الخطوط التي رسمت على الخرائط واضطرت الفصائل الالتزام بها يعني التزاما بالصداقة التركية بالخوة التركية كلها خرقت من قبل الروس ومن قبل النظام بل من قبل الروس تحديدا والإيرانيين لأن النظام تابع ذليل وقزب هذا أمر مهم جدا أنا فقط أريد أن أضيف أن لا ينسى المشاهد أن الفزاعة الإيرانية لأنه هذا إضافة إلى أنه مثلا أنه هم يريدون الحجاز أنه تصريحات الشيعة نريد السيطرة على البيت الحرام وكذا هذا كله إعلامي على فكرة وهم الآن سيطروا على لب العالم الإسلامي وهو بلاد الشام هذا الأمر يجب أن نفهمه كان سوريا ولبنان وحتى سكوت الأردن وهو إلى ما هو نالك اللب العالم الإسلامي يسيطرون عليه اليوم لا يردون وصول الحجاز لأنهم يعلمون أن أمريكا تبتز السعودية بين قوسين تبتز ابتزاز هائل ومعلن لا يوجد شيء خفي يعني الآن أنت تتكلم عن نظرية المؤامرة الآن لا لا يوجود لهذه التسمية لأن الأمر مكشوف مكشوف عليهم أن يدفع يعني ليس هناك بعد إقليمي لسياسة تغيير الديمغرافي تغيبات معلنة فارق فضيحة ليس المؤامر سياسة تغيير الديمغرافي حكر على سوريا ولبنان فقط ليس هناك بعد إقليمي هذا التغيير الديمغرافي هو الأشد في سوريا الأشد في سوريا وقلنا بمقالات عديدة للعلويين ستصبحون مواطنين للدرجة الثالثة نحن السنة الرابعة لأن الفارسي الصفوي أولا ثم الشيعي من غير الفرس هكذا الترتيب ثم أنتم تأتون بفيما بعد والعلويين لدينا لا يستطيعون الالتزام بالطقوس ودفع الخمس وإلى ما هناك لذلك فشلت إيران إلى حد كبير بتشييع العلويين وبتيسوا يصبحون مواطنين درجة ثالثة لا يفرحوا بهذه الهيمنة الإيرانية التي وافق عليها بشار أسد كما تكلمنا نحن نريد أن نلتزم بالحديث السياسي أكثر منه الحديث عن طوائف أستاذ نور ما حدود المشروع الإيراني في المنطقة أين يتوقف متى يتوقف متى يتم إنهاؤه برأيك أنا لا أوافق أن هناك مشروع هلال شيعي مشروع إيراني لا مشروع إيراني مشروع معول إيران مجرد معول لتخريب المنطقة والفساد في الأرض هي إيران لم تستطع أن تحافظ على العراق فكيف نتصور أن إيران ستسيطر على العراق وعلى لبنان وعلى سوريا وعلى القليج وعلى وعلى لا إيران فقط مجرد أداة تدميري دوره ما يفعل في سوريا ما فعله في العراق ويفعل في دول المنطقة كلها ما فعله يعني إيران تماهد الأرضية لتقسيم المنطقة من جديد لتضخيم دور إسرائيل يعني الغرب وأمريكا والروسيا وصلوا إلى عدم الثقة بالحكومات الموجودة ثلاثة من الشبان يثوعون في بلد ما يتهرب أو يهرب الملك فلا يمكن الاعتماد على هذه الأنظمة الهشة فأسبعت الخليج الخلع بين الأنظمة والشعوب كبيرا لا يمكن ترقية هذا الفجوة العميقة بين الأنظمة والشعوب لا بد إذن من تغيير جغرافية المنطقة قبل تمكين الصين في باكستان وهذا يقتضي تدمير المنطقة كلها هذا يقتضي تمكين الهنود والروس في المياه الخليجية من جديد كما هو الآن ساري المفعول في المياه الإيرانية في منطقة شابهارا الإيرانية حيث حضر الروس والصينيون والهنود مقابل المشروع الصيني وكذلك فيما أتوقع أنه يتم بعد التدمير البتا يتم تسليم الإمارات المتحدة العربية وسلطنة أمان إلى الهنود ليكونوا في مواجهة الصين فالمنطقة كلها تشهد تغيير حتى الآن كل هذا الحديث وكل هذه الخطط التي تتحدث عنها إيران في معزل عنها ماذا عن إيران من الداخل إيران دور إيران في هذه المنطقة فقط دور المعوى التخريبي لكن داخل إيران نحن نشهد أن هذا طبعا هذا ما يخططون لكن هل سيوفقون أنا لا أتصور ذلك وذلك لأن النظام في داخل إيران بدأ بالتراجع حدث عن هذا لو أذنت لأستاذ نور ربما بعد الفاصل مدى فرص نجاح إيران في تنفيذ هذا المشروع وإتمامه بعد الفاصل هذا فاصل أخير ومن ثم نعود لاستكمال الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في العراق من تمدد إيراني ومن فتح الغطاء كما تفضلت وضيفنا من إسطنبول لإيران لكي تتصرف في تغيير التركيب السكانية في هذين البلدين وخصوصا في سوريا هل هو يعني صمت دولي وقبول دولي أم يمكن ألقوا بأنه استدراج لإيران في النهاية لإضعافها وإعادتها إلى حدودها بعد أن عاثت فسادا وغيرت والتوازنات في المنطقة أنا أرى التشارك موجود بين إيران بين أمريكا وبين إيران والعالم نسميه المتنفذ أو القوي هناك تشاركية تشاركية إيرانية روسية في سوريا إلى حد كبير تشاركية أمريكية إيرانية في العراق تشاركية اقتصادية لذلك إيران هي معول نعم لهدم كل شيء حضاري ومستقبلي في المنطقة ولكنها شريك وتستفيد وأمر آخر هي التي تستخدم الطائفية بشكل ممنهج لأغراض سياسية لأغراض منفعية هي تستخدم ونحن عندما نحلل أو نتكلم مضطرين أن نستخدم المصطلح بين قوسين الطائفي لنفضحهم نحن لا نتكلم إلا بكلام سياسي لكن هم يستخدمون ذلك يا رجل سياستهم المعاصرة مبنية على أساطير مؤسسة خرافية من زمان بيتكلمون عن كسر ضلع فاطمة وتجدهم يبرمجوه لبث الأحقاد وشحن المجندين ليحاربوا في سوريا وفي غير سوريا إيران يا سيدي تستفيد وتشتغل واشتغلت وتشتغل نحن إذا ألقينا نظرة فقط على الجانب العقاري إذا جانب التجنيس على جانب حرق الأوراق الطاب وفي حمص إذا تكلمنا فقط عن دمشق وما جرى مو يجري جرى فيها من أخذوا أماكن مهدمة أخذوها كمقاولات بحجة إعادة الإعمار كدارية وغيرها أخذوا تسهيلات بقرارات قرار 25 ب 2013 وقرار 10 منذ سنتين وأنتم ألقيتم الضوء على ذلك أكثر من مرة لدينا توجه مبرمج توجه إلى المستثمرين الإيرانيين والأثرياء ودفعوهم لزيارة سوريا وشراء الأماكن الغنية والثرية في سوريا في المالكة والجسر الأبيض وفي الروضة وفي أماكن الأماكن التي فيها ما يسمى بالمقدسات لديهم أو بالمراقض استولوا عليها بالكامل والأسعار صارت مضاعفة في ست زينب وغيرها لدينا عمل مبرمج لكسب شركات وتجنيد شركات للشراء العقاري لدينا شخص اسمه عبد الله النظام على السوريين أن يسمعوا باسمه أن هذا الرجل محور في شراء العقارات وهو رجل صفوي شيعي صفوي يشتري العقارات بشكل كالحيتان لصالح إيران لدينا الأمر مخيف يا رجل عندما تجد في الميادين اليوم هذا تقرير جديد اليوم في شرق سوريا في مدينة الميادين أصبح سعر البيت الواحد بفعل الشراء الإيراني ثلاثة أضعاف ما كان في شرق سوريا في الميادين في شرق سوريا وفي البوكمال وفي دير الزو تشير من كل اكتجاه لدينا مثلا في جانب التجنيس لو سبحت لي الرئيس اتحاد المحامين الأحرار السوريين استطاع في 2016 أن يقترب من تخمين رقم خمسين ألف ممن تأكد من أنهم جنسوا من الإيرانيين أو من من أوسط إيران بتجنيسهم لدينا الحرق السجلات المدنية والعقارية في حمص لدينا قضية مقايضة السكان بالزبداني وهي ليست في بداية الثورة على فكرة هي من أربع سنوات من خمس سنوات تمت مقايضة تهجير السكان بكل الوسائل تزوير أوراق الطابة وسنادة الملكية لسوريين يعني نزحوا أو قتلوا لدينا أمر كشف من خلال تقرير لشخص يعني موثوق ماذا فعل قال كل مديون عليه دين لا يستطيع السداد وبرهن عقار يعني هو بضمانة عقاره أخذ دين هذه القوائم تسلم لإيران عن طريق وسطاء ليستغلوا هذا الذي عليه دين ويعطوه الأموال فوق دينه ليسدد ويبيع عقاره هذا أمر مستمر هل تعلم يا سيدي أمر طبعا سأبحث معك هذا لكن تأخرت على ضيفي في إسطنبول أستاذ نور في ضوء التفاعلات السياسية الدولية والإقليمية وحتى الداخلية داخل إيران والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها طهران ما فرص نجاح المشروع الإيراني أو المشروع الدولي كما تسميه بأداة إيرانية ما فرص استمرار ونجاح تطبيق هذا المشروع ما يحدث الآن الساحة السورية ستظل ساخنة لكن الساحة اللبنانية العراقية الإيرانية الآن ثارت الشعوب الشيعية لأول مرة تثور الشعوب الشيعية بشكل سلمي خاصة في العراق الشعب العراقي ما يعرف أصلا الثورات السلمية الثورات العراقيين دائما شعب مقاتل وخاصة الشيعة فلأول مرة فلأول مرة انتقلت الشعب الشيعي إلى الخندق السلمي وفي مواجهة إيران هذا معناه وتلاحم هذا مع الثورات داخل إيران هذا معناه أن النظام الطائفي الإيراني بدأ بالأفول الآن ما يجري في الساحات الدولية هي تمكين النظام الإيراني من جديد وأنا أتوقع أنه يتم تنفيذ اقتصادي لإيران وللعراق ليظلوا بعيدين عن المطالبات بصحب التواجد الإيراني في العراق سيتم تغيير الوجوه في العراق ولكن إيران ستبقى كذلك يتم دعم إيران اقتصاديا لأن شعب الإيراني لم يعد يتحمل هذا غدا هناك انتخابات في إيران وهذه الانتخابات فيما أتصور تكون بداية فتح نوعا ما دعم اقتصادي إيران لأن السقوط النظام الطائفي في إيران هذا ليست لصالح لا روسيا ولا أوروبا ولا أمريكا سبق في أيام أوباما إيران وصلت إلى هذه المرحلة وتم دعم إيران بـ 120 مليار دولار آنذاك فيتم دعم إيران بطريقة أو أخرى ليبقى هذا النظام الطائفي في المنطقة لأنه لا غنى للغرب ولا لأوروبا ولا للروسيا من وجود هذا النظام الطائفي في إيران خاصة والنبرة الطائفية قد ضعفت في الإيران فلابد من دعم هذه النبرة من جديد طيب ما الشكل الذي سينتهي إليه هذا المشروع بحسب قراءتك أستاذ نور أنا أتصور أن هذا الذي هم يخططون لكن ما يحدث في الصاحة غير هذا لأن الآن لم تعد هي هكاية الحكومات إنما هي الشعوب شعوب قد ثارت ووصلت إلى مرحلة عالية من النضج أنا أتصور أن ما يجري في المنطقة ستؤدي إلى تمكين الشعوب بشكل أكبر وإلى تسليح الشعوب وإلى إخراج الشعوب قصرا من الخندق السلمي إلى خندق الحرب وبالتالي المنطقة ستشهد إن شاء الله تطورا نحو الأفضل وإسرائيل نحو الزوال كل هذه التي تجري في منطقة للحدود الإسرائيلية هي للحفاظ على إسرائيل وأتصور أن الغرب لم يعود ذلك الغرب العاقل الحكيم الذي كان يدرس المنطقة بدقة وإعتمادهم الكبير على إيران كان من خطأ استراتيجي لهم وإيران ليست مؤهلة لتلعب كل هذا أو تتحمل كل هذه الجرائم في المنطقة وتقوم بكل هذه الجرائم هذا أقصى ما وصلت إليه إيران هذا الذي نشهده في سوريا ولن تكون لإيران بعد سوريا وقفة أخرى تدميرية في المنطقة أشكرك جدا أستاذ النور محمد أمراء كنت معنا من إسطنبول عبر سكايب أختم معك أستاذ أسامة يعني في النهاية هذه التغيير الديمغرافي وقد أعطيت تفاصيل كثيرة عن حقيقة ما يحصل داخل سوريا ما الأثر الذي سينتج عنه على هوية سوريا ومستقبل هويتها العربية ومستقبلها الأثر لا نتوقعه وإنما نراه كل يوم بالتفاصيل من على الأرض الأثر قاتل وماحي ولا أتصور أن المرحلة المقبلة إلا بوجود جهود جبارة يجب عليها أن تدعم الحراك العراقي نعم هو حراك في أمل عظيم لكنه أفضى بعدم وجود هذا التفاعل من قبل الشعوب معه إلى ما أفضى إليه من يعني تآمر وإلى ما هناك هذا الأثر أثر حقيقي وخطير إذا لم يكن هناك حرب مضادة لما يجري نحن أمام استعمار استيطاني صفوي حاقد جدا ومدمر وسينهي الهوية العربية السنية في سوريا كما أنهاها في العراق ونذكر الجميع مرارا أنه من 220 سنة لم يكن في العراق من الصفويين الشيعة الصفويين يا سيدي من العرب لم يكن من العشائر العربية من هو متشيع ولا نسبة واحد بالمئة كان بعض الفرس في كربلاء والنجاف اليوم لدينا 50 بالمئة أو أكثر من الشعب العراقي استطاعت إيران أن تغير بنيته وتوجهه وإلى ما هناك لدينا حراك نعم أبا العظيم في العراق ضد إيران للجم إيران لكن المؤامرة عظيمة جدا وإذا لم نتحرك ونحن من عام 2012 حذرنا كهيئة إنقاذ وفعلنا ما استطعناه ولكن يدعني هنا أذكر علماء السنة مشايخ السنة وكل من لديه منهج إسلامي سني على من أهل السنة والجماعة التقصير مريع مخيف تاريخي ومعاصر لا يفعلون شيء ويجب أن تعلم أنه كل الحركات السنية الإسلامية بين قوسين المعتدلة تقيم العلاقات مع إيران دون أن يكون هناك تحرك تجاههم للتوعية ولمنعهم وردعهم من تأييد إيران اليوم إيران تتحرك تحت شعارات زائفة مقاومة وممانعة وهي ضد إسرائيل وهي كاذبة وهي كاذبة وكل التقصير منا أهل السنة لا نفعل شيء وإذا توقع ضيفك الكريم من أنه والله إيران هذه الجولة وبعدها لن يكون لها شيء ولن يكون لها حصة هي تتشارك مع كل أعداءنا المنافقة وحتى مع أوروبا والتفاصيل لدي كثيرة إذا لم يتحرك علماؤنا ورجالنا لمقاومة الاستعمار الإيراني الخطير أخطر الاستعمار الروسي هؤلاء سيمحون كل الهوية العربية الإسلامية والوطنية السورية الخطر عظيم وإذا لم يكن هناك حرب مضادة فتوقعوا الشر العظيم كما حصل والشر لا يحصل بفقاعات إعلامية ولا بإعلانات يعني متكررة وإنما في السر بالباطنية في كل مكان لدينا تشييع في دير الزور والبوك مال مخيف لم نستطع معرفة مداه لم نستطع معرفة مداه وفي ريف دمشق وفي دمشق هناك تغيير كامل يحصل وليس سيحصل ولذلك نتمنى أن يصمد أبطالنا في إدلب وتحية لهم وهم يعني صفوة الشعب السوري الذي هو شعب مسلم والأرقام لدى ضيفك الكريم أنه 16 مليون سني والباقي 9 ملايين من الطوائف هذا الكلام غير صحيح أنت تعلم أنه من النصيريين وكل الطوائف لا يشكلهم ثلاثة ملايين من أصل 24 أو 25 مليون الغالبية هي سنية لكنها ساكتة وعليها أن تتحرك وأن تعلم أن الأرض والعرض والوطن والدين في خطر إلى أبد الأبدين أشكرك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أشكر في نهايتها ضيوفي الكرام معي في السوديو كان الأستاذ أسامة الملوحي رئيس حيئة الإنقاذ السورية وعبر سكايب من اسطنبول الأستاذ نور محمد أمراء الخبير بالشأن الإيراني شكرا لكم في حراسة الله ترجمة نانسي قنقر